آية من العراق تقول بأن تحلم كوابيس وترى حيوانات في المنام تقول ماذا أفعل؟ يا آية بارك الله فيك ما يراه الإنسان في منامه إما أن يكون رؤية أو حلم الرؤية من الله وهي واضحة المعالم وفيها رموز تدل على أنها من الله عز وجل يجريها الله على يد ملك من الملائكة وهي واضح أما ما يراه الإنسان مما يحزنه ويخوفه ويزعجه ويضيق صدره هذا من الشيطان الشيطان يحرص على إحزان ابن آدم خاصة الإنسان الذي يحرص أن يكون قريب إلى الله عز وجل يشرب عليه الشيطان ويشوش عليه يحاول أن يزعجه حتى لا يستمر في هذا الطريق طريق الطهر والنقاء والزكاء والعفاف والعبادة والتأله ما يريد الشيطان ينزعج ولذلك أخت الفاضلة هذا من الشيطان طيب ماذا تفعلين أولا أخت الفاضلة احفظي هذا عني أولا لا تنامي إلا على طهارة تكون متوضية إذا ما كان عندك حتى لو كان عليك العذر الشرعي تطهري يعني توضي وضو عادي صحيح ما يرفع الحدث لكن توضي واضح توضي شيء الثاني احرصي على أن تصلي قبل أن تنامي الوتر مثلا إلا إذا كنت تأخرين الوتر إلى آخر الليل طيب إذا تقولي لا أنا أتأخر أنا أو أقدم الوتر صلي الوتر قبل يعني ركعتين ركعتين مثلا وبعدين الوتر أو ركعتين والوتر مثلا الشيء الثالث تأتيم بأذكار النوم بأذكار النوم طبعا في أذكار قبل ذلك آية الكرسي في الليل تقرأينها ولو أخرتيها إلى النوم ما في بأس والأفضل أن تقولين في أول الليل يعني من بعد المغرب أو بعد العشاء تقرأين سورة تبارك مثلا تأتيم بأذكار النوم منها تقرأين تقرأين قل هو الله واحد ثلاث مرات بيدك هكذا تنفثين تقرأين قل هو الله واحد وتمسحين سائر جسمك ثلاث مرات وقل أعوذ رب الفلق ثلاث مرات وقل أعوذ رب الناس ثلاث مرات وتمسحين جسدك كاملا وتقرأين آخر آيتين من سورة البقرة من دون نفس آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن إلى آخر السورة آيتين وتقرأين قل يا أيها الكافرون اللي ينام على هذه السورة براء له من الشرك بإذن الله وتضعين يدك على جنبك الأيمن يعني تحت خدك الأيمن وتقولين باسمك ربي وضعته جنبي وبك تجيبين أذكار النوم أذكار النوم بارك الله وتبيتين النية تقومين إلى صلاة الفجر واضح طيب إذا رأيت مثل هذه الأحلام المفزعة الشيطان ما يتركك لكن إن شاء الله سينهزم سينهزم إذا فعلا التزمت المنهج الشرعي إذا رأيت ما يزعجك واستيقظت أول شيء تعملينه تقولين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تدفلين عن يسارك ثلاث مرات هكذا ثلاث مرات تدفلين عن يسارك ثم تقولين أعوذ بالله من شر هذا الحلم و تغيرين جهة نومك تغيرين جهة نومك تنقلبين إلى الجهة الثانية و إذا قمت و توضيت و صليت ركعتين ستجدين براحة و طمعنين طبق هذا يا آية و ستجدين فيها آية من الله سبحانه و تعالى و تشفين بإذن الله ترجمة نانسي قنقر